في المغرب لم يكن أعرف الفرق بين قاوري ونصراني ومسيحي القاوري لدينا هو الفرنساوي السبليوني والمريكاني وقال الغربيين يقولون اليوم قور ما جاءت بعدها كلمة قاوري كلمة قاوري جاءت من الأمبراطورية العثمانية لأن الأتراك لا يقولون كافر يرجعوا الفاء الكافر واو يقولون قاور كانوا يعيطوا المسيحيين قور يعني كفار ومن هنا خديناه القاوري إذن هو الكافر ومن اللي احنا كان عيطوا على واحد قاوري راحنا في الحقيقة كان عيروه وكان استخدموا العنصورية نجيو لكلمة نصراني النصراني عندنا هو الأجنابي الفرنساوي والمريكاني السبليوني وا 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 تقريبا مراضي لكلمة قاوري والنصراني ولت معيوره في التقافة المغربية لقلتي على شي واحد هذا كراها نصراني ولا يهودي هذا كيهودي فعله نصراني مع رأسه معناه أنه حريمي معناه أنه كافر نصراني جات أصلا من الناصرة في فلسطين المدينة اللي تولد فيها المسيح والمسيح كانوا يسميوه يسوع الناصري يعني من الناصرة بحال داب احنا في المغرب كانوا فلان المظابي فلان الدكالي فلان الرحمني وغاية القضية المسيح كانوا يسميوه الناصري وذوك اللي تبعوه أو يسميوه الناصريين من هنا جات كلمة نصارة ولكن مع الوقت ولت معيوره لماذا؟ أو سألطوا المسيحين لا يريدوني أن يحصل الى نصراني لأن الناصراني معيوره المسيحي يريدون أن يسميوه مسيحي لا يمكنني أحدّث أني نصراني لأني لم أفتهل الناصرة أنا راشيد مسيحي في الدين وذوكالي ورحمني لا يoinهني من الناصرة الفكرة التي تناول هذا المسيحية له أنها من النصراء من القرر الكفار ليس ديانا ليس من واحد لا يعرف شراء الشرق الأوسط والشمال الأفريقية كان كله مسيحي قبل أن تكون أوروبا ولا أمريكا مسيحية مرقص مثلا الذي كتب الإنجيل واحد من الأنجيل ليبي من ليبيا سمعان القيرواني الذي صليب المسيح من المدينة قديمة اسمي تاقيرونا كانت في ليبيا والمسيح شرقي ليس قوري ليس أمريكاني ولا أوروبي ولد فلسطين والتلاميذ الأولين اللي تبعوه ماشي غربيين ماشي قور ماشي نصارة كانوا شرقيين صيادة ولاد فلسطين بحالنا كانوا يدمروا على ريوسهم ناس بساط يأكلوا بيديهم يغمسوا المرقة بحالنا يكسروا الخبز بيناتهم يشركون الملح والطعام ومن اللي تقرأ الإنجيل كتلقى بلي فكرتنا غالطة عن المسيحية كتقرأ الأمثلة اللي اعطاها السيد المسيح ديال البلد كيهدر على الفلاح اللي كي أحرط على الحصادة على المحرات على الزراع على الخميرة والخبز على غسيل اللي يدين قبل ما الواحد يأكل يركب على الحمار هز الطاصة غسيل تلاميذ ديالورجليهم ماشي غير يدديهم ماهدرش على الفرشيطة والموس وعلى الحويج ديال الفرنسا ولا ديال السبليون ولا ديال الميريكين هدر على الناس بحاننا وعاش مع الناس بحاننا ذلك ماهدر المغاربة يقدروا يفهموا الإنجيل من الدقة لكتر من واحد فرنساوي ولا واحد امريكاني علش حيث مرتبط بالثقافة دياله التقافة ديالنا كنا كتر من الثقافة الغربية في واحد اللقطة مثلا المسيح غديغمس وغيقول لهم اللي غديحط يدو معايي في التبصيل غديخوني واحد فرنساوي والامريكاني ما غديش يفهم ما شبغي يقول المسيح هو كان يهضر على يهود الخائن اللي باعوا اللي برقك بيه كان يغمس معاه ومش باعوا احنا في المغرب عنا عيب واحد يأكل معاك ويشرب معاك ويبيعك لأنه خان الملح والطعام الملح والطعام عن نبح العهد والمسيح قال اللي شوفوا اللي يأكل معاك اللي يشرك معاك الملح والطعام سيبيعني خان العهد المريكان والفرنساوي عمروا ما يقدر يفهم ملح والطعام غير احنا المغاربة والشرقيين اللي كان فهم القضية الشرقيين كيقولوا عيشوا ملح ونحنا كنقولوا الملح والطعام هذا اول انجيل للأسف خلينا الناس تشوه لنا صورة المسيح المسيح اللي قريب لنا ولا في نظرنا ديال القرر ديال النصارة ديالالأجانيب نحنا ما عندنا من ديرو بيه صورة المسيح الشرقي حيضوها لنا حتى هنا ما كنت كان عرب باللي كينين مسيحيين مصريين وعراقيين وسوريين واردنيين الاخر كنت كان سحاب المسيحي يعني قاوري نصراني يعني أجنابي يعني الاستعمار عربي معناه مسلم أي واحد عربي لازم يكون مسلم الحمد لله اليوم مع الانترنت ومع الفيسبوك ومع التكنولوجيا واللينا كان عارفه بزاف ديال الحويج اللي كانت مخبي علينا تقدر تكون مسيحي ولا ما تكون أجنابي تقدر تكون مسيحي وشرقي ومغربي المسيحية ما هي ديال البراني المسيحية ديالنا وبدأت من عندنا المسيحية مشات من الشرق للغرب ماشي العكس إذن علش نخلي وخيرنا يدي غيرنا خويا واختي اللي كتفرج في هذا الفيديو قرأ تعلم عرف بشال زمان اللي يقولولك فيه كيفاش تفكار كيفاش تختار دينك وتدخلولك حتى في حويجك والباسك انت وانتي حر وحرة اختار لنفسك ما تخليش ديالأفكار المسباقة الغالطة اللي تزرعات فينا من صورة الترفيق قلب على رأسك بحث المسيحية ماشي جاريمة حتى تخاف منها المسيحية مكتعضش الانجيل الكتاب ديال محبة ما فيها باسلة قريتي وخم باب حب المعرفة والمطالعة من حقك تعرف ومن حق حتى واحد يحاسبك الانجيل ديالجامع والمسيحية ديالجامع المسيحية ماشي ديال القور والنصارة والأجاني المسيحية ديال المغاربة حتى هما اشتركوا في القناة